بعدين تسمع الكتاب يتكلم عن مجاعات يعني رغم كل التقدم تخيل قديش بيعملوا إعلانات عن الوباء تخيل أنه اللي بموتوا من المجاعات أكتر من اللي ماتوا من الوباء الحديث تصور تخيل لو كل الإمكانيات تحطت أنك تساعد هذه الناس المحتاجة والدول الفقيرة بس هو طبعا في خطايا الشعوب هيحكينا عنها مرة وفي دينوني على الشعوب يعني كل شعب الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض هي كلمة الله بتعلم فكل واحد ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا مجاعات في كل مكان تستغرب أنه كمان الناس بتموت مش بس من الجوع الناس عم بتموت من كتر الأكل المرض اللي عم بيزداد في هذه الأيام من كتر الأكل صار تقريبا يضاهي مرض الجوع المجاعات يعني الأكل عم بيقتل والمجاع عم تقتل إلى آخره فعم تزداد الأمراض في هذه الأيام الأوبئة يعني من كان يظن هذا الوبئ فكرنا قضي عليه من خلال اللقاح التطعيم ولكن كل مرة عم بفرخ عم بيتجدد بطرق جديدة زلازل أكتر عصر شفنا فيه زلازل هي هذه الأيام بعدين الكتاب بيعلمنا يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم يعني الناس رح تقتل المؤمنين باسم الرب وباسم الدين وعم تزداد هذه الأمور لأن الكنيسة أو شعب الرب خلينا أقول هو نور هو ملح هو صوت هو بوق هو حق في هذا المجتمع واللي ما بيحب الحق مش رح يهدى فبتلاقيه بينزعش فبصير يضايق ويصير يضطهد ويقتل أو يبغض يعني هاي السما اللي بتشوفها يعني جماعات المؤمنين مبغضين يعني كما قال يسوع أبغضوني بلا سبب أبغضوني رح يبغضوكم طب عطينا هيك إشي بهالحيانة تمتع فيه تخيل وعدنا بالاضطهاد ووعدنا بالضيق ووعدنا بإنكار الزات وحمل الصليب بس فيه بركة فيه حضور إلهي فيه قوة إلهية العالم المحسوس الملموس المرأة المادة تمانين تسعين مئة سنة لا يقاس ولا يقارن بالأبدية مليارات سنين ومسكين الإنسان اللي بيكنز لنفسه وعم بيحضر كل حياته كأنه عايش في الأرض يقول الكتاب حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك فإذا عم نشوف مجاعات أو بقاء زلازل مبغضين من جميع الأمم ليه؟ لأجل اسمي بعدين بيتكلم عن الأنبياء الكذبة عن كثرة الإسم بيتكلم عن ضيقة عظيمة بعدين بيتكلم تظلم الشمس والنجوم على فكرة ما بتتابع الأخبار عم بتشوف كتير تساقطات من هذه حجارة إلى آخر يعني بيحكو لنا بعلم الفضاء إنه كتير من هذه الأمور عم تتزعزع في تساقط إلى آخر بس إحنا منعرف إنه إنه كل شيء وبه يقوم كل شيء يعني كل شيء ممسوكة أو متماسكة بكلمة الله إذا الله فك إديه كل العالم رح يتشوش لأنه العالم كله بيصير بإحكام بنظام بتناغم بإنسجام يعني ماشي على الصانت الجاذبي إلى كل الأمور دوران الأرض دوران القمر إلى آخر كله عم بيصير يعني بشكل عجيب جدا الرب فيك إيده شوي كل هاي النجوم كلها رح تتزعزع قوات السماء تتزعزع يقول الكتاب المقدس لكن عاوز أقول أحبائي أنه ما تخفش لا تخف الله له الكلمة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر